صدمة كبيرة تعرض لها المستشار الكبير حلمي بكر بعد استلاق مدير أعماله على أمواله اللي بتقدر بمبلغ 2.280.000 جنيه اللي حصل ده اتسبب في تعرضه لأزمة صحية شديدة جداً اتسببت في عدم قدرته على تحريك رجله بشكل كامل وكشفت سماح القرشي زوجة الملاحن الكبير حلمي بكر إن الحالة الصحية والنفسية لجزها مش في أفضل حال وإنه ما بيقدرش يحرك أطرافه ومن المفترض يتنقل للمستشفى لطلاق الرعاية الطبية اللازمة وقالت كمان إنه ما عندوش أي مشكلة عقلية أو مشكلة في الكلام وإنه متذكر كل اللي حواليه وبيتكلم في الفن وهو في كامل قوى العقلية وأكدت إن اللي حصل له نتيجة صدمته بعد استلاق مدير أعماله على أمواله اللي بتقدر بمبلغ 2.280.000 جنيه وقالت سامح القرشي إن نقابة المهن الموسيقية بتتابع حالة المستشار حلمي بكر والفنينة نادية مصطفى جات زارته وعرضت عليه نقله لإحدى المستشفيات التابعة للنقابة ولكنه رفض يروح للمستشفى بعد آخر مرة دخل فيها في حالة جيدة وخرج في وضع أسوأ من وجهة نظره ترجمة نانسي قنقر